احدى الطرق الممكنة لانشاء جدول في قاعدة بيانات اكسس هي عن طريق استيراد بياناته من مصنفات اكسل او ملفات نصية او مجلدات اوتلو فمثلا لانشاء جدول المستودعات واستيراد بياناته من مصنف اكسل التالي والذي يتضمن ارقام واسماء المستودعات يتم النقر على علامة تبويب بيانات خارجية ثم مصدر بيانات جديد ضمن مجموعة استيراد وربط واختيار خيار من ملف ثم اكسل في مربع حوار احضار بيانات خارجية يتم النقر فوق استعراض للبحث عن الملف في المصدر ثم موافق في معالج استيراد جدول البيانات يتم تحديد ورقة العمل او النطاق المسمى الذي يحتوي على البيانات المطلوب استيرادها وتحديد ما اذا كان العمود الاول في البيانات يتضمن عنوين الاعمدة ام لا ومن ثم يتم النقر على التالي للعمل مع المعالج وتعيين خيارات الحقول وتعيين المفتاح الاساسي وتسمية الجدول ومن ثم النقر فوق انهاء في المعالج وتحديد خيار حفظ خطوات الاستيراد في مربع الحوار احضار بيانات خارجية لحفظ خطوات هذه العملية وذكرارها مرة اخرى لاحقا بذلك تم انشاء جدول باسم المستودعات وفقا لعناوين الحقول والبيانات الموجودة في مصنف الاكسل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر